السلام عليكم اهلا بكم انا محمد علي واهلا بكم مع فيديو جديز لو عايز تتعلم منتاج او عايز تتعلم جرافيك او عايز تتعلم اي حاجة لو انت فهم شوية هتلاقي دايما ان الفيديو كل تكوين الفيديو مكون من مجموع من الصور بيتحرك مع بعضها بعدد معين في خلال الثانية اللي هو بيسميه كام فريم في الثانية يعني كام فوتو او كام صورة هتتغير في الثانية يبقى عدد الصور اذا الصورة هي اساس اي فيديو وطبعا اساس اي صورة هو برنامج Adobe Photoshop عشان كده وفي سلسلة هتكون طويلة ان شاء الله هنتكلم على برامج المونتاج وكل البرامج دي بالترتيب فحبيت ان البداية مع البرامج التقيلة تكون بالبداية بيقعدوا بالفوتوش والدوس هيبدأ عملية مباشرة انزا شايف هنا المرة اللي فات كان بيحاول انه يربطك بالانترنت المراضي هنا انسترنج شغال على اطول بدون اي مشاكل يبقى انت كل ما عليك هتوقف الاتصال بالانترنت عشان ما يوجاكش اي مشاكل طبعا زي شايف دلوقتي تحميل فوق 24% وده كل توقفه على سرعة الجهاز بتاعك وسرعة الريمات كل ما كان الجهاز بتاعك قوي ومميز كل البرنامج ما هيكون معاك سريع وي خلاص كده تمت عملية التنزيل زي ما احنا شايفين 97% او شك انه هو ينتهي كده تم نزول ادوب بفتوشوب وهيبدأ البرنامج انه يفتح معاك ويشتغل معاك بالطريقة دي ممكن يكون اول مرة برنامج يفتح فيها تقل شوية بس بعد كده البرنامج يعني بمعنى اطلاق كده بيطبع الجهاز ويفتح معاك في لحظات بسيطة جدا بعد تستيق البرنامج الجميل والمميز ده وي yea هيفتح معاك البرنامج بشكل ده وبالطريقة دي وبالسلوب ده تمام؟ بعد يمتمنى نعم بعملها ما كان عندي صور كده على الجهاز كنت شغالها بنفس البرنامج وظهرت بالشكل ده وانت بعد كده لما يكون عندك مشوير يشغل عليها والصور معدل فيها هتظهر معاك كلها بالشكل الجميل والمميز ده طيب هتفتح انت منين انت هنا لو هتفتح صورة مووجودة اصلا على الجهاز هتفتحها من open وي геро A si you want to kup it , so you sort with a Griffin يكون пользовいます الجهاز وهنفتحها من تمام? اي صورة ايا كانت على الجهاز احنا بس هندي مثال بسيط عليها ونشرح حاجات خفيفة خالص. فاتحت معنا الصورة بالشكل ده طبعا النقط اللي هنقوم به دلوقتي هي حاجات خفيفة كده كأسيات للبرنامج شوية تزبطت يعني بتكون عايز زبط في البرنامج. اول حاجة لو جربنا ان احنا نكتب في البرنامج باللغة العربية هنلاقي اللغة ظهرة بالشكل ده يعني لو حاولنا نغير اللون شوية يكون لون متباين مع الصورة دي واخترنا لون زي ما احنا شايفين الكتابة بالشكل ده فهنحل مشكلة الكتابة وعايزين نحل مشكلة كمان وهي مشكلة البكرة ان الصورة مش بتكبر وتصغر بالبكرة. ده اللي هنقوم بالنهاردة والمشكلتين البساط دول ينحلوهم في سواني في البرنامج. هتروح من ايه? وهتعمل ايه? وهتبدأ ازاي? هتروح على ايدت. ومن ايدت هتنزل تحت خالص في الخيارات لحاجة اسمها من هتروح على هتختار جنرال او الحاجة هتروح لها في هتروح على زي ما انت شايف تحت كده. ومنها هتختار يعني عشان خاطر الكتابة تكون باللغة العربي. تمام? طيب. وهتعمل ايه تاني هنا حاجة اسمها يعني وجهة البرنامج. لو انت مدائم اللون الاسود ده وعايز اللون يكون فتح بالشكل ده كده. ممكن تختار الوجه اللي عناك ترتاح فيها واللي تاخد عليها. بس دايما الاغلبية المصنمين واغلبية الناس اللي شغالها بتفضل اللون الداكن ده شوية عشان خاطر يكون اريح للعيم من الالوان الفتحة. تمام? انت اللي عناك ترتاح فيه اختاره في شكل وجهة البرنامج. وطبعا هنا هتختار الخيار يعني مسلا تظليل بمعنى ذكب لون الازرق او يبقى كده وياخد نفس اللون الرصاص. يختار اللي عناك ترتاح فيه واذا شايفه مناسب معاك اختاره بالطريقة والاسلوب اللي انت حابه. بعد كده هتدور على الحاجة اسمها تولز. من هنا في الجنب خالص في يعني هيكبر الصورة بواسطة البقرة. بعد كده هبدو اس اوكي طبعا الكتابة مش تزبط غير ما تعمل للبرنامج. يبقى انت اهم حاجة تعمل للبرنامج عشان الكتابة تزبط معك. بعدك هتفتح البرنامج تاني ونشوف الكتابة باللغة العربية زوطت ولا مازال فيها مشكلة. اهي اخر صورة كنا شغلين عليها ظهرت الصور اللي موجودة في البداية خالص. اكيد انت فهمت الصورة اللي هنا دي ظهرت ازاي? ومتكونة ازاي? هتفتح الصورة تاني بالشكل ده. وهنحاول ان هنضيف ونبدأ الكتابة على البرنامج هنلاقي الكتابة زبطت. واصبحت اللغة العربية فيها واضحة جدا. طبعا انا مش عايف الالوان هنا. اللون ده قاسي جدا صراحة. يعني الكتابة كويسة جدا. نهايته هي زبطت الكتابة. وكمان البكرة اصبحت شغالة معانا. بتكبر ويتصغر البرنامج بالشكل والاسلوب اللي انت عايزه. بس نقطة تانية للاهمية تمام. ان البرنامج اللي ما يفتح معك هيفتح معك بالشكل ده وبالايكون دي وبالطريقة دي. اي ايكون واي ويندو اي حاجة انت محتاجها بدون اي مشاكل انت ممكن تغير مكان اي حاجة البرنامج زي اي برامج المنتاج. اي حاجة ممكن تغير مكانها وممكن تحركها وبالطريقة دي. طيب لغبطت الدنيا وضيحت كل حاجة وعايز ترجح كل حاجة للاصل بتاعها الاساس بتاعها بتروح من ويندو من الخيار ويندو فو هنا على وورك سبيس ومنها بتختار على ريسيد. ريسيد دي برجع لك كل حاجة زي البداية. طيب الحاجات دي مهمة او موجودة بس انا مسلا محتاج حاجات تانية ومحتاج ايكون تانية. بتروح من ويندو شايف انت الخيارات دي كلها الحاجات اللي انت محتاجها. منها مسلا بتحتاج بتظهرها بتلاقيها ظهرت معاك هنا الطبقات. من الحاجات كمان انا تحتاجها جدا ويه انا بفضلها جدا في الشرح وبعتمد عليها اعتماد كل الهيستري. الهيستري دي يعني اي خيار انت قمت بيه بتلاقيه موجود في الهيستري. يعني كنترول زد بس بصورة طويلة جدا. اي خيار عايز تعمل فيه تراجعي يعني هنا لان كتابت كلمة هنا خلاص الكلمة نشاهد بالطريقة دي. بيكون كل الاوامر اللي انت عملتها يعني مسلا انا كده بلا تحرك هنا عملت ايدة للكلمة لو دست هنا كده هارجح في الخيار. يبقى الهيستري دي من اهم الخوارات والحاجات اللي بتعتمد عليها اعتماد كل في الفوتوشوب. وبكده ان شاء الله يكون درس النهاردة خلص ونشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية من بداية الشرحة على ادوبي فوتوشوب.